طيب ممناسبة أوروبا مثل الدنماركي يخصم 300 ألف دولار من مستحقات الزمالك في صفقة بيع إمام عشور نحن لما صدقنا فيه فلوس بتخش آه يعني لما صدقنا فيه فلوس وبعدين الناس كمان بتنتقد أن الإمام ما خرجش بمبلغ كبير فالمبلغ يجي مقصوم منه 300 ألف دولار خليني في الأول أقولك إمتى الفلوس أصلا توصل توصلت مع مسؤول في نادي الزمالك قال لي أن المفروض أن مثلا تبلغهم أن اليومين دولي الحد يال لتنين هتكون الفلوس وصلت وتسمع في حساب الزمالك الفلوس قيمة الصفقة بالكامل؟ قيمة الصفقة بالكامل الزمالك اشترط حصوله على قيمة الصفقة كاش فالصفقة الفلوس كلها جاية دفعة واحدة ولكن هيتخصم منها حوالي 300 ألف دولار دول نسبة رعاية لنادي المحلة الإمام كان من نشئين نادي المحلة وليه فترات كبيرة في المراحل السنية لنادي غزل المحلة ففي حق رعاية لنادي غزل المحلة مثلا يخصم مبلغ حوالي 300 ألف دولار من الفلوس ويحولها لنادي غزل المحلة عشان ما يدخلش الزمالك والمحلة في قصة مع بعض كده ما زعلتنيش المهم بس الفلوس تخش عندنا في أنداء في مصر أكيد رايح الزمالك في بيت أه لا موجود وباقي الصفقة يتحول للزمالك اللومة كان بقى الباقي بتكلم في حوالي 2.600.000 تقريبا هل مبلغ ينى الشغنزين لدي الزمالك أكيد وأنا عايز أقول لك يعني الزمالك مستني المبلغ لأن عنده يعني أبواب كتير مفتوحة واللعيبة نفسهم مستنيين الفلوس دي عشان مستحقتها اللعيبة مخدتش مستحقتها اللي أنا عارفه من الإدارة أن قبل ماتش سموحة أو بعد ماتش سموحة تحديدا يعني قبل الصفر الليبيا الزمالك صرف للعيبة حوالي 16 مليون جنيه جزء من المستحقت المتأخرة كل واحد بنسبة ما وفقا لقيمة عقده وقيمة ردبه يعني فيه 16 مليون جنيه تصاروا فوق خلال الفترة اللي فاتت لكن طبعا أكيد اللعيبة لسه برضو لها جزء كبير مستحقت متأخرة ومكافئة الدورة اللي فات كنا تكلمنا في القصة دي فلسه يعني